تفضل طيب كابتن حسام حسن لأ هاتها من الاول هاتها من الاول ايوة اتفضل 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 لأ هتالي من اولها خلص لما مسك الازازال في الارض تفضل ها اهو اتفضل 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 هذا ما حدث يا جماعة بجده والله يعني اه هو هو دلوقتي كابتن حسام طالع يقول لك ايه ان جمهور النادي الاهلي رمى عليك الكرسي طب هو جمهور النادي الاهلي رمى عليك الكرسي ليه ده لو رمى اساسا مهرد فعلي اللي انت عملته هاتوا من الاول يا جماعة وجماعة معلش بالمناسبة انا بالمناسبة لما بجيب حاجة بحب بجيبها امام حضراتكم امام اعين حضراتكم الماتش انتهى واحنا عارفين ان الديقة الاخيرة دي بتبقى موجيعة جدا وانا قلت الكلام ده في البداية الحقيقة انا كنت مستني بص الكابتن ابراهيم بص الكابتن ابراهيم حسن بيعمل ايه وبعدين بص وراه الكابتن كان العادة الحقيقة كابتن حسام حسن بيعمل ايه اول انتوا راحين لجمهور النادي الاهلي ليه ما تخش على مين اللي بيثير المشاكل هو مين اللي بيثير المشاكل يا جماعة من فضل حضراتكم اللي حضراتكم شايفينه ده سلوك مشين لا يجب ان يحدث في الوسط الرياضي لا يجب ان يحدث في الوسط الرياضي هل ده معناه معناه ايه ان انا نمسك ازازة وارميها وكابتن ابراهيم واقف معرفش طبعا بيقول ايه ومش هتكلم لكن انا بتكلم على اه ما فعله كابتن حسام حسن اهو احنا بنشوف في المدربين ماتش بيخلص بيسلموا على بعض وبيخش قط اللبس مش بروح يشتموا الجمهور اهو بصوا حضراتكم اهو تفضل اهو طب انا المطلوب مني انا كجمهور اعمل ايه في النهاية اللي مسؤول عن كل ما حدث الجهاز الفني لنادي سموح ده سلوك غير رياضي انا مش هوصفه انا بس بوري لحضراتكم ماذا حدث من الجهاز الفني لنادي سموح زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن من المفترض ان هما يكونوا قدوة لناس كتيرة جدا ولكن ما يحدث يا كابتن حسام سلوك غير رياضي وسلوك مشين وانا اسف ان انا هقول هذا الكلام ان دي مش اول وقعة مش اول مرة تحصل من الكابتن حسام حسن ومن الكابتن ابراهيم حسن وانا بتكلم بمنتهى الاحترام ومنتهى الادب لان هما ناس ما ينفعش نتكلم عليهم غير كده لكن يا جماعة لكن يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين اهو انا ما بتكلم مش عايز اتكلم انا ساكت اهو بدون تعليق الفيديو اللي امام حضراتكم ده بدون تعليق هاتوا من اول يا ساميل لو سمحت وانا حسكت خلص ومش هتكلم وحضراتكم قلولي ايه رأيكم في هذا الشكل اهو تفضلوا تفضلوا كابتن حسام حسن القدوة واللي الناس كلها بتشوفوا بيعمل ايه عشان يعملوا زيه دي البداية تفضلوا احتجاجات جوه الملعب وعدناها واحنا عملين نعدي نعدي انا كنت كل ده مستني الفيديو ده ازايز على الجباهير كراسي على الجباهير اه حاجات كتير على الجباهير وفي الاخر يقول لك اصل انا ترامع علي كرسي تفضلوا انا انا مش حكا بصوا يا جماعة ما عليش يا ساميل انا اسف هتهالي من الاول تاني وبودون تعليق انا مش هتكلم كفاية اللي انا قلته ماشي تفضل انا اسف يا جماعة ده بدون تعليق انا اسف يا كابتن ساميل ده انا اسف يا جماعة ده بدون تعليق اللي حضرتك شايف تفضل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة